بسم الله بنتكلم ان شاء الله على الانهيرتنس ازاي ما احنا بس المرة دي عايزين نتناول فكرة الكونستركترس احنا شوفنا الهيراركي اف انهيرتنس كلاس بيورس من كلاس بيورس من كلاس بيورس من كلاس بيورس من كلاس طب انا عايز دلوقتي اوصل اشوف ايه اللي هيحصل في الكونستركترس وبتشتغل ازاي فانا عملت ايه كلاس اسمه بيرسن خدت كوبية عطول بيرسن 2 الفكرة كلها ان انا عايز بس اشوف ايه اللي هيحصل اواريك ايه اللي بيتنفز مين بيتنفز قبل مين وبيتنفز ازاي فعملنا كونستركتر جوه بيرسن 2 خلاص وهطبع فيه كلمة بس ان بيرسن 2 اشتغل يعني لمجرد ان احنا نبقى عارفين انه الكونستركتر بتاع الكلاس ده اشتغل وهعمل نفس كلاس التاني ونفس كلاس التالت عشان برضو ابدأ اشوف الاكزكيوشن بتاع كل كلاس مش ازاي كل كلاس قام ام في الميموري امتا والكونستركتر بتاعه اشتغل امتا فلو جينا بصنا بالمنزر ده هنلاقي ايه هنلاقي ان او انا اديك النتيجة بسرعة لما نكتب الكود ان انا لما بيبدأ الاول اول حاجة لو انا جيت اعرفت التيتشر اللي كان وارث من الستودنت واللي كان وارث من البيرسون هتلاقي ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان اول لما بتيكي تعرف اي اوبجكت من الكلاس اسمه تيتشر اول واحد الكونستركتر بتاعه يقوم ثانيا الكونستركتر بتاع السيوننت وبعد كده يقوم ثالثا الكونستركتر بتاع التيتشر يقوم لو عرفت اوبجكت من الكلاس اسمه تيتشر اللي بيحصل ان اول الكونستركتر بتاعه يقوم بعد كده الكونستركتر بتاعه يقوم ثم سأقوم بعمل كونستركتور لكن ليس هذه القضية الآن لأنه في الحالتين سيعمل بنفس الترتيب ستبقى ماشية بنفس الأسلوب سأضع كل التفاصيل التي كنا متفققين عليها نعمل الفونكشن اللي اسمها مين الفونكشن اللي اسمها مين حتى هي اللي هتقوم في الميموري أول حاجة طبعا ومن خلالها هنبدأ نتست اللي احنا عملناه واللي احنا قلناه في الايه واللي احنا قلناه في كيفية التنفيذ أو أولوية التنفيذ الكونستركتور الخاصة بالكلاسز اللي احنا انشأناها فعرفت على طول من تيتشر سميته تيك وان تيك وان تيك تو ما تفرقش لكن هنسمينا تيتشر تو كده عشان بتاع الفايل التاني هنتعرف لان ماينفعش يبقى نفس الكلاسز اسمه متكرر مرتين في نفس الباكج ان شاء الله هاعرفكم يعني ايه باكج في فيديوهات القريبة لكن هايبدأ يعمل معاكم الـ فبنسمي الكلاسز باسماء مختلفة ترمى جوا نفس الباكج لانشغال عليه على المهم تيك وان ده اسم الـ وحوشه ان الـ المنرنت لا يوجد مشكلة لان الـ الـ نفس الـ يعني ان الـ الكلاسز اسمه تيك وان لا يعني اوجد مشكلة فعرفت الكلاسز وانريت تعنيم وانريت ع los cursos ونمر de cursos وكوديون يكون هاشترم على جريف سألقاء تيتشر وいてيكوان تيتشر ويهتكوان تعريف مخير هتلاقي برسون 2 إجزيكيوتد السيرين 2 إجزيكيوتد التيتشر بعد كده مين؟ التيتشر بعد كده هو الإجزيكيوتد يعني تلاحظوا ان احنا ان التنفيذ كده بقى ايه؟ بقى كله ماشي الاول الـ parent و الـ sub parent و الـ sub الاخير و في الاخر طلعوا النتيجة بتاعت الـ get info وكانت دي الـ priority بتاعت التنفيذ الخاصة بالـ inheritance classes